موسيقى في الغوطة الشرقية قوات الأسد تواصل خرق اتفاق تخفيف التوتر طيران التحالف الدولي يقصف مقرا لداعش في قضاء الحويجة والقوات العراقية تواصل تطهير الموصل القديمة الدول الأربع الدعية لمكافحة الإرهاب تشترط على قطر تأكيد قطعها لتمويل الإرهاب أهلا بكم مشاهدين إلى نشرة أخبار اليوم وصلت قوات الأسد خرقها لاتفاق تخفيف التوتر حيث قصفت مدينة عين ترما في الغوطة الشرقية لليوم الثاني على توالي من جهة حي جوبر وذكر دفاع المدني في ريف دمشق أن عين ترما تعرضت لقصف بأكثر من عشرين صاروخا من جهتها أعلنت المعارضة حصيلة خسائر قوات الأسد البشرية والمادية في جبهة الريحان في الغوطة الشرقية وقالت إنها قتلت 35 فردا منهم أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان باندلاع معارك عنيفة بين قوات الأسد وقوات المعارضة في حي المنشية في مدينة درع مشيرا إلى سقوط قدائف أطلقتها قوات المعارضة على مناطق في حي الكاشف الذي تتمركز فيه قوات الأسد والميليشيات التابعة لها وأعلن المرصد السوري أن قوات الأسد قصفت أيضا بنحو عشر قدائف وصواريخ مناطق في درع البلد وأفاد ناشطون سوريون بتعرض قرية لحايا الواقع في الريف الشمالي لحماه لقصف مكثف من قبل قوات الأسد في الرقى تشهد سبعة أحياء في المدينة اشتباكات عنيفة بين قوات سوريا الديمقراطية ومسلحي تنظيم داعش قتل خلالها تسعة وعشرون فرد من التنظيم خلال الساعات الأخيرة وقالت مصادر عسكرية إن مقاتلي سوريا الديمقراطية بدأوا هجوما ضد داعش في حي نزلة اشحادة قتل على إثره ثمانية أفراد من التنظيم هذا وتمكنت قوات سوريا الديمقراطية من تحقيق مزيد من التقدم في عمق مدينة الرقى حيث دخل مقاتلها حيا جديدا وسط المدينة هو حي الروضة في أي منطقة يحتلها تنظيم داعش يدفع الأهل ثمنا كبيرا قد يكون أحيانا حياتهم ألا فتاة سورية من بلدة الشجرة التي احتلها تنظيم داعش في ريف درعة نجحت في الهروب من البلدة بعد رشوة أحد أفراد التنظيم ولقبه هو أبو عدي جباب التجرأت وعرضت عليه خاتما من الذهب أنا آلاء الجهماني من سكان بلدة الشجرة اللي محتلينها حاليا الدواعش دلت من أسبوعين أني أهرب من حوض اليارموك مساعدة واحد من تنظيم داعش اللي كان يجي على بيتنا يداهمنا بدأ أخواتي مشان ينضموا لألهم وعطيته خاتم ذهب وقدر يهربني من جوة بعد ما اعتقلوني اعتقلوني ظليت عندهم خمسة أيام بعد التعذيب والضرب أني أعترف على شغلات أني كنت بالجيش الحر أخواتي لأنه كانوا بالجيش الحر اعتقلوني مشان هيك وقدرت أهرب من شيء أسبوعين صار يتردد لعنى أكثر شيء أبعودي بعد ما تردد علينا على فترة اتفكت أني يعطي خاتم ذهب مشان يقدر يهربني لبرة وكلما يجي يداهموا بيتنا يأخذوننا غرض مرة أخذونا ثلاث جوالات ومرة أخذوا ميتور أخوي وكمعام مرة أخذوا حلقات أختي ومرة أخذوا مصاري أخوي من اللغزانة ومرة من المرات قلت لأبعودي جباب أني بدي أهرب قال لي لا رفض أول مرة ثاني مرة يجي لعنى كمان قلت له بدي أهرب عرضت علي خاتم قاموا فقال لي قليلي قيمة نهار تطلعي فيه مشان أطلعك والله لا يوفق الدواعش إن شاء الله وقتلوا لإخواتي لاثنين ظلموا بظلم وما كانوا عاملين شيء ومنطالب الجيش الحر أنه يدخل ويساعدنا لحتى نخلص منهم في العراق أفاد مصدر أمني أن طائرات التحالف الدولي ضد داعش استهدفت مقرا للتنظيم في قضاء الحويجة جنوب غرب محافظة كاركوك ودمرته بالكامل وقصفت طائرات التحالف الدولي مقرا لتنظيم داعش في قرية المفهومية بمركز قضاء الحويجة يقع قرب محطة وقود المطلق بثلاثة صواريخ أدت إلى تدمير المقر بالكامل واحتراق المحطة وصهر جيني محملين بالوقود كشفت مصادر أمنية عراقية عن قتل 24 فردا على الأقل من تنظيم داعش بالإضافة لإصابة آخرين بجروح خلال عمليات قصف شمال وغرب البلاد وقال مصدر أمني بمدينة الرمادي غرب العاصمة بغداد إن 15 إرهابيا قتلوا بينما أصيب آخرون بجروح خلال عملية عسكرية عراقية بدعم من طيران التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة وعلى جانب آخر قال مصدر أمني بمدينة كاركوك إن طائرات التحالف الدولي قصفت عدة مواقع تابعة لداعش غرب المدينة ما أدى إلى قتل تسعة إرهابيين وتدمير عدة شاحنات بالإضافة إلى معقل لهم بالمنطقة أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف الدولي ضد داعش في العراق وسوريا العقيد رايان ديلان أن 70% من الأراضي التي كان يحتلها داعش استعيدت من هذا التنظيم بما يعني أن 124 ألف كيلومتر من هذه المساحات حررت من احتلال داعش عبر القوات الأمنية في العراق وقوات سوريا الديمقراطية في سوريا وأضفت ديلان في تصريحات لأخوار الآن أن 5 ملايين مدني في كلا البلدين حرروا من قضة داعش وأعيدوا إلى حياتهم بشكل طبيعي يمكنني القول بدقة أن ما يقارب 70% من الأراضي التي كان يحتلها داعش في العراق وسوريا تمت استعادتها من هذا التنظيم بما يعني أن نحو 124 ألف كيلومتر من هذه الأراضي تمت استعادتها من داعش عبر القوات العراقية وقوات سوريا الديمقراطية وفي هذين البلدين نحو 5 ملايين مدني تم تحريرهم من داعش وعادوا إلى حياتهم بشكل طبيعي تتواصل عمليات تطهير المدينة القديمة في الموصل من بقايا داعش وفلوله الذين يتخفى بعضهم بين الأزيقة الضيقة أو تحت أنقاض الأبنية والمنازل المهدمة بفعل المتفجرات التي فخخ بها مقاتلون تنظيم هذه المنطقة قبل ساعات من معركة الأمتار الأخيرة التي انتهت بتحرير كامل الموصل من داعش وسام يوسف رفق القوات العراقية وطلع على ما جرى في هذه المدينة نتابع الدمار والأبنية المنهارة أبرز ما في المدينة القديمة من الموصل بعد تحريرها حيث تحولت أغلب البنايات والمنازل إلى أنقاض نتيجة معارك تحريرها من مقاتل داعش والذين تحصنوا فيها لأشهر عدة هنا كما بيّنت بعض المنظمات الرسمية وشبه الرسمية أن كلفة البنية التحتية لمدينة الموصل مع بعض تحريرها تكلف ما يقارب 40 مليار دولار العمل سيكون كبير ويحتاج لفترات طويلة لغرض إعمار ما دمره مقاتل داعش وتنظيم داعش خاصة في الموصل القديمة معالم المكان تغيرت تماما وأغلب الشوارع قد اختفت تحت الأنقاض ففي هذه الأزقة الضيقة وبين منازلها وأبنيتها القديمة دارت معارك طاحنة حولتها إلى أنقاض لكن بعد تحرير السحر الأيمن كان هناك أضعاف مضاعفة قياسا ببقية الوحدات المحررة وكذلك السحر الأيسر حيث الدمار للبنى التحتية للأموال العامة المتركات الخاصة جميعها مدمرة بنسبة 200% كون الدمار 100% ورفع الأنقاض ما يقارب 100% خاصة في المدينة القديمة لا يوجد شيء صالح سواء كان سكن أو بنى تحتية بشكل عام ومطلق الضرر كبير جدا معظم ما تسبب بهذا الدمار هو تفخيخ الكثير من الأبنية والمنازل من قبل مقاتلي داعش بينما تعرض البعض الآخر إلى قصف جوي استهدف تحسينات قناصي التنظيم داخل المباني فعالجتها القوات العراقية بعد إخراج المدنيين منها تشوف المنطقة عشوائية وأزقة ضيقة حاولنا نفتح ممرات آمنة للمدنيين وكانت أغلب البيوت مفخخة وكانوا يختبون بالسراديب بالتفخيخ والأحزم من ناسفة وصار قتال البيانات ممتار بر ما صارت عمليات التطهير من قبل القوات العراقية لا تزال مستمرة وفرق الدفاع المدني والفرق البلدية بانتظار الضوء الأخضر من القوات الأمنية لغرض البدء بأعمال رفع الأنقاض والتنظيف ومن ثم تأهيل هذه المنطقة تمهيدا لعادة سكانها أهلا بكم من جديد اجتمعت الدول الأربع الدعية لمكافحة الإرهاب في المنامة لاستكمال الاتفاق المبرم في القاهرة في سياق التنسيق بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر وأكدت الدول عقب اجتماعها تمسكها بالمطالب الثلاثة عشر والتي قدمت لقطر وأنهم يبدون استعدادهم للحوار مع قطر شرط أن تؤكد وقف دعمها للإرهاب والتطرف وأن إجراءات الدول الداعية لمحاربة الإرهاب تتوافق مع القانون الدولي وأن قطر تعمدت تعطيل موسم الحج لهذه السنة قتل أكثر من ستة عشر مسلحة من الميليشيات الحوثية خلال عدة أيام في المواجهات مع التحالف العربي قرب ميناء المخة المطل على البحر الأحمر وتصاعدت حدة المعارك في محيط قاعدة خالد بن الوليد شرق المخة منذ أن استعدتها القوات الحكومية المدعومة من التحالف العسكري من المتمردين الحوثيين الأسبوع الماضي كشفت مصادر يمنية تمارس أبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي بحق المقتطفين في تلك السجون وأول تلك السجون هو سجن الشونة بمعبر بحيث يقع هذا السجن وسط مدينة معبر بالقرب من إدارة أمن المدينة وهو عبارة عن مداف بنية قديمة لحفظ الزكاة من محاصيل الحبوب وتشير المعلومات إلى أن الميليشيات خصصت سجن الشونة السري لاعتقال حفاظ القرآن الكريم وخطباء المساجد أما السجن الثاني فهو لسجن السري بكلية المجتمع الميليشيات حولت كلية المجتمع إلى تكنات عسكرية ومخازن الأسلحة وغرف عمليات حربية وقد قامت أيضا بإخلاء المكان من أي مظاهر تدل على تواجد مقاتليها أو المختطفين فيه وإغلاق البوابات ببعض الأخشاب وأكدت المصادر أن الميليشيات الإنقلابية خصصت سجن كلية المجتمع السري للمختطفين من أبناء محافظات التعز والضالع واللحج وأبيان وعدن السجن الثالث هو سجن مستوصف عيشان التعمل الميليشيات على تأمينه وإهام المجتمع أن المبنى مجرد ثكانة عسكرية ومخزن لبعض الأسلحة وقام الإنقلابيون بخلع نوافذ المبنى وسدها بالإسمنت ثم تحولوا إلى سجن سري خصصته للمعارضين السياسيين والمثقفين والشخصيات الاجتماعية أعلنت المملكة العربية السعودية أنها وقعت اتفاقية مع منظمة اليونسف لمكافحة وباء الكوليرا في اليمن وذكر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أن الاتفاقية كلف 33 مليون دولار يشار إلى أنه بهذه الاتفاقية يبلغ إجمال التمويل السعودي عبر المنظمة الإنسانية الأممية لمكافحة الكوليرا في اليمن 188 مليون دولار مع دخول القوات الليبية إلى السيرت وتحريرها هرب مقاتل داعش إلى الصحاري والوديان تاركين عائلتهم تواجه مصيرها قصي وابراهيم وكثير من الأطفال تركهم مقاتل داعش لوجه مصيرا مجهولا مراسلنا زارهم في مركز الرعاية تابع للهلال الأحمر الليبي في مصراتا وعد لنا التقرير التالي نظرات عينيه وابتسامته البريئة وهو يلعب هنا لم تكن بحجم قصص مليئة بالرعب والمعاناة عاشها قصي عندما ولد من أبوين ضمى لتنظيم داعش قبل أن يتركاه لمصيره قبل نحو عام وفرحة إبراهيم بلعبة جديدة لم تكن هي أيضا بحجم الحزن والبؤس الذي رآه قبل أن يتركاه والداه هو الآخر يواجه تقلبات الحياة ويقوما بالفرار أمام عينيه فبعد أن تم تحرير مدينة سيرت نهاية العام الماضي يتواجد هؤلاء الأطفال وأغلبهم من أصول تونسية وأخرى عربية حيث ولد أغلبهم عندما كان داعش يحكم قبضته على مدينة سيرت يتواجدون اليوم بمقر جمعية الهلال الأحمر بمدينة مصراتة قبل أيام قام وفد من مجلس نواب الشعب التونسي بزيارة لهم لتفقد أحوالهم والحديث عن إعادتهم إلى ذويهم في تونس هذه الزيارة ذات هدف إنساني أولا وأخيرا وضعية الأطفال لابد من مراجعتها لابد من حلها أنا بالنسبة لي نعتقد أن الحل الأول بالنسبة للأطفال تونسيين وكل الأطفال أنه كل طفل ينشأ في وسط طبيعي عائلي هؤلاء الأطفال عندهم أخوالهم وعمامهم وأجديدهم لابد أنهم يتربيوا ويرجعوا إلى محيطهم العائلي الأصلي أطفال ما عندهم مش حتى ذنب حتى لو أولياءهم دواعش هذا أمر ما يهم ليش أولياءهم يتعاقبوا إذا مسجونين ويقضيوا عقوبتهم ويتحملوا مسؤوليتهم أمام القانون لأنهم قاموا بأفعال شنيعة لكن بالنسبة للأطفال لمجال ومن غير المعقول أن يدفعوا ثمن لأفعال لم يقترفوها كقصص قصي وإبراهيم كثيرة هنا وما أكثر مشاهد العنف والدمار الذي شاهدوه وما زال عالقا بأذهانهم دمار عاشتها عقولهم قبل أن يعيشوها على أرض الواقع وهم الذين لم يستوعبوا بعد ترك آبائهم لهم يواجهون مصيرا غير معلوم لأخبار الآن محمد عقوب مصراتة حددت القوات الأمريكية هويات أربع من أبرز قيادة تنظيم داعش الذين قتلوا فيه هجوم على مقر التنظيم في إقليم كونار الأفغاني وأسفر آنذاك عن قتل زعيمه أبو سيد ومن بين القتل الأربع في هجوم الحادي عشر من يوليو تموز زعيم تنظيم داعش في أفغانستان ضياء لهو مولاوي حبيب وهو قائد بارس في وادي وتبور وحاج شير الله وهو قائد كان مرتبطا سابقا بالحزب الإسلامي وأسد الله وهو قريب من أبو سيد وقال قائد القوات الأمريكية في أفغانستان إن الحملة الأمريكية ستكون بلا هوادة ضد داعش وليس هناك ملاذات أمنة في أفغانستان اعتبرت نيكي هيلي المندوبة الدائمة الأمريكية لدى الأمم المتحدة أن وقت المفاوضات مع كوريا الشمالية قد انتهى مشيرة إلى دور الصين الخاص في تشديد إجراءات الضغط على بيونج يانج وأعربت هيلي عن اعتقادها بأن عقد جلسة جديدة لمجلس الأمن الدولي حول كوريا الشمالية غير مجد مشيرة إلى أن إصدار مجلس الأمن قرارا إضافيا لا يشدد بصورة جدرية الضغطات الدولية على كوريا الشمالية قال مسؤولون إن الأمطار الغزيرة النجمة عن الإعصار نيسات تسببت في فيضانات وإصابة أكثر من مائة شخص في تايوان وغدر مركز إعصار نيسات تايوان ووصل إلى مقاطعة فوجيان جنوب شرق الصين وتسبب في فيضانات جنوب البلاد وشهدت أمطار غزيرة في المناطق الجنوبية والشمالية الشرقية للجزيرة ما أدى إلى حدوث انهيارات طينية وأرضية في الجبل أعلنت سلطات ولاية آسام الهندية أن 82 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم جراء فيضانات عارمة اشتاحت المنطقة وأكدت إدارة الكوارث الطبيعية المحلية عن الفيضانات والانهيارات الناجمة عنها ضربت 29 منطقة في الولاية ما أسفر عن تدمير أكثر من 3000 منزل بشكل كامل أهلا بكم من جديد والآن إلى جولة الصحفة نبدأ جولتنا من صحيفة الحياة التي عنونت القهقها تحمي القلب في دراسة قام بها باحثون من جامعة ميرلند الأمريكية تبين أن الضحك هو أفضل وسيلة لضمان قلب قوي وأن الأشخاص الذين يضحكون كثيرا وبصوت مرتفع هم أقل عرض للإصابة بالأمراض القلبية مقارنة بغيرهم من الأشخاص الذين لا يضحكون ولا يملكون روح الفكهة صحيفة اليوم السابع المصرية عنونت الاعتقاد بأنك أقل نشاطا يقصر عمرك ويعرضك للموت تحذر دراسة طبية من سيطرة الاعتقاد بكونك غير نشيط مشيرة إلى أن ذلك من شأنه أن يزيد من خطر الوفاة في سنة مبكرة وقال الباحثون أنه إلى جانب النشاط البدني من المهم أيضا أن يشعر الناس بالرضى عن الأنشطة التي يقومون بها كل يوم وإلى صحيفة راي الكويتية التي عنونت دراسة التوقف عن تناول العقاقير المخفضة للكوليسترول قد يكون قاتلا تشير دراسة جديدة إلى أن توقف عن تناول العقاقير المخفضة للكوليسترول بسبب آلام في العضلات أو في المعدة يمكن أن يمثل خطرا على المدى الطويل فقد توصل باحثون إلى أن المرضى الذين يتوقفون عن تناول العقاقير المخفضة للكوليسترول بسبب أعراض جانبية تزيد لديهم على الأرجح نسبة الوفاة أو الإصابة بأزمة قلبية أو التعرض لجلطة على مدار السنوات الأربع التالية وإلى صحيفة الغد الأردنية التي عنونت الشعور بالندم قد يساعد الأطفال على اتخاذ قرارات أفضل كشفت دراسة عن أن الشعور بالندم له دور مهم في مساعدة الأطفال على اتخاذ قرارات أفضل وأجريت الدراسة على عينة بحثية من 326 من أطفال المدارس في أرلندا الشمالية وخلصت إلى أنه بدءا من سن السادسة قد يشعر بعض الأطفال بالندم لكن هؤلاء الذين ينتبه ماذا الشعور يتميزون بقدرة أكبر على اتخاذ القرارات السليمة وأخيرا صحيفة القبس الكويتية عنوانات اليوم النوم على الظهر يخفف التجاعيد قال أخصائيون إن النوم على الظهر من شأنه أن يحول دون تشكل تجاعد الوجه وألام الرقب والظهر وأشار الأخصائيون إلى أن وضعية النوم لدى معظم الأشخاص تتغير من 15 إلى 20 مرة طيلة الليل وبالتالي لا ينبغي الإصرار على النوم في وضعية ثابتة مؤكدين أن الوضعية الأفضل للنوم هي الاستلقاء على الظهر فهي تساهم في الاسترخاء وراحة الجسم المنهك طيلة اليوم اعتمد مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المدرين لهيئة طرق والمواصلات في دبي اعتمد استراتيجية الهيئة للتنقل ذاتي القيادة التي تنسجم مع رؤى حكومة دبي وتهتف الاستراتيجية إلى تحويل 25% من إجمل الرحلات إلى رحلات ذاتية القيادة بحلول عام 2030 طبعا دبي وضعت استراتيجية واضحة وكانت من أول مدن على المستوى العالم اللي حددت معايير وحتى مستهدفات واضحة للتنقل إلى المركبات ذاتية القيادة في الإمارة فهدفنا أن بحلول عام 2030 ستكون 25% من الرحلات في إمارة دبي من خلال وسائل ذاتية القيادة فلما نقول وسائل ذاتية القيادة المقصود فيها وسائل النقل المختلفة طبعا الكل يعرف أن مترو دبي هو أطول مترو في العالم بدون سائق فبالتالي هو يعتبر من الأساس في دبي الآن عندنا وسيلة مهمة جدا وتعتبر عمود الفقري لنظام المواصلات في إمارة دبي وهو مترو دبي وهو أصلا بدون سائق في الوقت الحالي طبعا الأثر الرئيسي الإيجابي في التحول إلى النقل الذاتي القيادة هو جانب الأمن والسلامة بالدرجة الأولى فلا شك في أن أكثر من 90% على مستوى العالم حقيقة أكثر من 90% من حوادث المرورية سببها العنصر البشري فعدم الانتباه أو زيادة الثقة أو عدم اتخاذ القرارات الصحيحة في قيادة المركبة وخاصة مثل ما نشوف في الفترة الأخيرة الانشغال في الهواتف الذكية وغيرها من الأمور التي تشتت انتباه الشخص أثناء القيادة وبغض النظر عن الأسباب يعني لا شك أن أكثر من 90% من حوادث المرورية سببها الإنسان إضافة لذلك طبعا المتوقع أن مثل هذه المركبات ذاتية القيادة وخاصة مع تفاعلها وتفاعل ما بين المركبات بعضها البعض تفاعل ما بين المركبات وبين الإشارات الضوئية على سبيل المثال يتأدي إلى تخفيف الازدحامات المرورية وخاصة أن توجه العالم أصبح حتى بدون ذاتية القيادة أصبح توجه العالم من امتلاك المركبة إلى استخدام المركبة وليس امتلاكها يعني بدأنا نلاحظ الآن ما يسمى بالكار شيرينج على سبيل المثال اللي هو متوقع عالميا أن امتلاك المركبة التدريجية يقل على المستوى العالم وتزيد استخدام المركبات اللي ممكن أنت ما تملكها ولكن تقدر تستخدمها طور عدد من العلماء في روسيا دواء جديد قادرا على محاربة عدد من سلالات فيروس الإنفلونزا وأجرى العلماء تجارب على عدد من النباتات الطبية لاستخلاص مركبات قادرة على محاربة الفيروسات التي تسبب العدوى حيث تملك تلك المركبات قدرة عالية على محاربة سلالات عديدة من فيروسات الإنفلونزا وخصوصا الفئة أي أظهرت دراسة ألمانية حديثة أن ممارسة الرياضة البدنية بانتظام لسيما ركوب الدراجات لا تقي من الضعف الإدراكي وخرف الشيخوخة فقط بل تحمي خلايا الدماغ العصبية من التلف وقال الباحثون أن ركوب الدراجات يندرج ضمن أكثر الرياضات الصحية والتي يمكن الاستفادة من آثارها الإيجابية بسهولة ويسر شريطة أن يتم اختيار الدراجة المناسبة كشف باحثون من وكالة الفضاء الأمريكية ناسا عن خطوة جديدة تمهد لإمكانية الكشف عن حياة بشرية محتملة على سطح أكبر أقمار كوكب زحل ووفقا لصحيفة الديلي ميل البريطانية فإن تايتان وهو أكبر الأقمار التي تدور حول كوكب زحل يحتوي على مواد كيميائية يعتقد أنها السبب الرئيسي في تكون الأجواء الطبيعية على سطحه وهو الأمر الذي يؤهل لوجود حياة ممكن للبشر هناك افتتحت سويسرا أطول جسر معلق في العالم للمشات يصل طوله إلى 1600 قدم ويقع على ارتفاع 84 مترا ويربط الجسر الذي يحمل اسم جسر أوروبا بين قريتين في بلدة راندا السويسرية وافتتح يوم السبت الماضي حيث أخذ عدد من المشاة جولة على المعبر الجديد والمثير للدهشة في هذا الجسر ليس كونه أطول جسر معلق في العالم فقط ولكن لأن عرضه لا يتجاوز سوى قدمين فقط قبل أن وديعكم إليكم تذكير بأبرز العنوين في الغوطة الشرقية قوات الأسد تواصل خرق اتفاق تخفيف التوتر طيران التحالف الدولي يقصف مقرا لداعش في قضاء الحويجة والقوات العراقية تواصل تطهير الموصل القديمة الدول الأربعة الداعية لمكافحة الإرهاب تشترط على قطر تأكيد قطعها لتمويل الإرهاب وصلنا إلى الختام للمزيد يمكنكم دائما مشاهدين متابعتنا على موضوع موقعنا الإلكتروني كما يمكنكم التواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر ويمكنكم أيضا مشاهدة بثنا المباشر في الموقع داته شكرا للمتابعة نلتقيكم بعد أقل من نصف ساعة في موشزن للأخبار إلى اللقاء شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة